اه بنكمل مع العرض كده اسللت في الاكسس. اه السؤال اللي بعد كده جايب لك جدول كده. اه في العرض العادي. فبيقول لك يبقى اه حول ليه اللي هو عرض التصميم. اه بص انت شايف كده اللي هو. عشان تروح بتروح العامة دي. شايفها? المسلسة اللي هو في انا بدوت. تليك عليه بتنتقل من العادي اللي ايه? دي ايه? السؤال اللي بعد كده. جايب لك اه من بره كده. عايز يبقى. بقول لك كريت. اه انشاء جدول جديد في بتروح كده على اه اللي هي كريتينج تيبل اه او كريت تيبل انزام فيو. وتيجي عليها دبل كليك. بس. السؤال اللي بعد كده. جايب لك جدول. بقول لك اه انتقل من اه بروح الى لأول حقل ها? في هزن الجدول. طبعا احنا اه جايب لك كده. قال لك اللي هو اللي هو ده. ماشي بقى لو عكس الناحية التانية. اللي هو ده. ماشي جماعة? هو ده. احنا قلنا فيه عندها خمس علامات. فيه اه نكست. اه نكست. اه ماشي. يعني اه بيترزيب عشان احنا احنا اتلاباتش. اه اه العلمين دايما بيبقى يعني ده وده العشمال بقى اللي هو وال والواحد في علامة ده اللي هو السؤال بعد كده. جيب لك كده جدول ومحديد لك اه يعني اه حق لكده اه معين. بقول لك بقى اه بزنيس اه كوفي اه جالوري هاز موفد اه 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 بزنيس اه اعمال في قافي جلوري اه هاز ريموفد اه برمسز السابل اه السابل الشركة دي خلاص. بليز دليت زنكت فيلد باليو. الشيل المنطقة ديت او ديت اللي هو متحدد. اللي هو اسمه كام برويل لين? فروم اتس ريكور. طبعا سهل قوي. بتعمل دليت من الكيبورد. هو اصلا متحدد. فانت بتعمل دليت من الكيبورد. اه بعد كده نجيب لك اه تيبل في وبيقول لك خلي اه الحق المناسب. اقصى الحق المناسب. اه خليه المفتاح الاساسي في هزا الجدول. طبعا تشايف اه بيشنت اي دي سير نيم فرست نيم اه جندر اه بيرس حاجات دي. حتى فانا ان دايما الاي دي بيبقى هو المناسب. فبنيجي عال بيشنت اي دي بنحدده وبنقول له وبنخلي ايه اه من المفتاح اللي فوق. او كليك مين اه برايمريكي. يبقى من المفتاح اللي فوق ده من او عن طريق ايه كليك مين. بس ده ما حاجة نالف على الحق المناسب اللي هو اه اي دي. السؤال بعد كده. محدد لك كده. عمود من ضمن العبيدة. وبقول لك بقى. اه باستخدام خاصية السحر والافلات. اه ان العمود المتحدد. اه بين اه تاريخ الميلاد. فين بقى تاريخ الميلاد? اهو. اه تاريخ الميلاد اللي هو هو دكتور اي دي. ما يسحبه كده ما بتيجي من اهو. بالضبط شمال وتسحبه تسحبه لحد ما تيجي لهو وتسيبه. تفاهم? يعني مسلا اقول لكم احنا عندنا تيبه لهو. انت عايز تسحب مسلا اه تسحب الفلد ده او اللي عمود ده بين اهو تحددهو. وبتسحبه كده 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 وتخليه حد ما وصل لهو. اهو اتناء لهو. اتناء ببين ده وبين ايه وبين ده. تفنى. السؤال اللي بعد كده. اه جاب لك اه علاقات كده. اه في ودكتور. جاب لك علاقة بين البيمنت والاا والبيشنت. بقول لك دليت زاوان تو مينيشنشب بتوين زا بيشنت ان دا اه اه الشيء للعلاقة دي هتاحزف العلاقة هي. اهم سأقول لكم يا جماعة احنا عندنا هنا. اه عندنا في علاقة. وقول لكم اه ده العلاقات هي. علاقة دي عايز يعزف العلاقة دي. فيه كده عليك ونقول له بس. اه عايز تعزفها اهيز. يبايد حزيت هوا. الصلاة بين الاتنين اتحذفت. السؤال اللي بعد كده. نجاب لك اه جدول نقول لك يبقى اطبع اه نسخة واحدة اه اه من اول خمس سجلات. اه طالما قال لك اه هو حدد كم فانت لازم تحضره الاول يعني زي يعني انت لازم تعمل كده من اولاني لحد خمسة. زللهم. وبعد كده تروح للفايل بس كده. وليكن بتاعنا هو. عايزين ان نتبعي انها مسلا اول تلاتة. هوا بتحضره من اولا. كده بتافينا وتنزل. ادي اول تلاتة اتحددت. بتروح على فايل. خلاص. بتقوله بتقوله بقى السجلات المتحددة اللي هما تلات دول. بتقول له اوكي ودي نسخ واحدة ايه. نمبر اف كابز اوان كابي. وتقول له اوكي. ماشي? اه السجل اللي بعد كده. نجيب لك اه جدول عادي. وعايزي بقى بيقول لك اه 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 جدول ده اشتله عبالت انت فلترة. عايز تعمل للفلترة. يعني انت عملت عملت اي فلترة بالايكون دي. عايز تعمل آهي. ده اسمو ديك شمال يلجع الجدول زي ايه? زي ما كان. السؤال بعد كده. جابلك برضو جدول في حق الفاضي. فوق الفرست نيم تقبل شو حتى نشوف؟ اهو. عايز دي فوق حق الفاضي. انت هتحدد ايه? تحدد الفرست نيم نفسه. يعني بص ويليكن الجذوب بتاعنا اهو. اهو. دلوقتي انت عايز تضيف حق له مسلا فوق فانت بتحدده. حدده كده. وتعليك كمين كده? ماشي? وتقول له انسيرت رو. بقيب لك فوق واحد فاضي. بص كده اهو. بتعمل فوق واحد ايه? واحد فاضي. فانت نفس الموضوع. نفس الموضوع هنا. هو عايز اه فوق الفلس نيم. فانت بتحدد من هنا كده. كليك نهو. بتقول له كليك يمين? ايه? او انسيرت رو. او انسيرت روكورد. السؤال دي بعد كده. اجيب لك اه جدول. وعايز بقى بقول لك خمسة وعشرين. عايزك تروح لاستجيل رقم خمسة وعشرين في بتيجي هنا مكان الواحد ده كده. وتروح جاي معلمه. خمسة وعشرين وتعمل انتر. هتروح مباشرة لايه? يستجل رقم خمسة وعشرين. السؤال بعد كده. جالك برضو جدول في. عايز ايه? بقول لك انتر طبعا يعني. خانت سؤال ده لكده. اه بقول لك اكتب قاعدة حقق من صح. عشان تتأكد ان المدخلات هذا الحق. ممكن تكون الكلمات دي يعني هو وقت كامل او جزئي. ماشي? اه هتعمل ايه بقى? هو محادي الحق لهو. محادي اللي هو الكاتجوري. فرص? هتجي في وتكتب زي ما قال لك. هتعواجه يكتب كده. هتعواجه يكتب ماشي? برضو بان كوتيشن. تاني يا جماعة? يبقى هنا بقى. يبقى ما ايه وحي يدخل خيمة في حق ده لاما يكتب فول طايم لاما بار طايم. لو لو عمل حاجة غيرهم ما يبلغش. ماشي يا جماعة? اهو. تكتب هنا كده في اللي هو ده هنا كده. توقع عمل كوتيشن ماركز فول طايم. تمام? وتعمل اوها عمل او وبين كوتيشن ماركز تمام ايه? بار طايم. السؤال بقى لكده. آآ جاب لك من مرة. يعني زي بقى بقول لك اه واحد بيستخلص من كل كتاب بيتخزن في الجدول اللي اسمه اعمل علاقة اه عاني بس اوضح الفرق بين علاقة رأس اه او طرف في طرف. يعني آآ بعمل علاقة بين آآ هنا وفلد هنا. بازم يكون الاتنين برايمريكي. بعمل علاقة بين آآ هنا ومجموعة الناحية التانية. بس يواحي فيهم بس اللي يكون فيهم تمام? فهنا عايز يعمل علاقة بين طبعا انتفقنا ان احنا هروح للاايكون بتاعة خلاص نفتحها وبنلاقي جدولة عندي. تفتح نضيف البوك واكستراكت. يعني اقول بوك اد. هيجي لتنين جمع بعض. هيجي لجدولين جمع بعض. نبتدي بقى آآ نعمل علاقة آآ بين البوك واكستراكت. دائما هتلاقي في البوك متكرر فيه والتنين هنوصلهم ببعض. هتلاقي دائما يعني الان وهنا 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 هنوصلهم ايه ببعض. هيجي لنا ده نقول له كرييت. طبعا مش قادر اجرارها عندي الفيديات بيز لان ما عنديش الجده والديات. آآ السؤال اللي بعد كده اجيب لك آآ جدول. وبيقول لك آآ او نفس يا جماعة السؤال قبل كده. اطبع اوصخة واحدة من اول خمس سجلات. آآ حالناها من شوية. السؤال بعد كده. نجيب لك جدول في برضو. بيقول لك يبقى. بيقول لك آآ نفذ الخطوات الدورية. آآ أعمل الخطوات الرئيسية عشان تتاكد آآ ان انت ممكن تدخل. آآ فين يا جماعة كده? هتلاقي هنا في آآ اه ماشي اه ونمبر بس اه هنا وهنا هنا نازم تغير اه اه بتاعته او بتاع اه خلاص انتجر ده معناها لقم صحيح يبقى مش يبل الكسور فانت لازم تختار نوع اللي هو بيقبل اللي هو الكسور والانصاف اللي هو اسمه يعني ايه بس كده يعني اولاكم ونخلي نوعه نمبر ماشي عشان اخلي اه حق دولت نمبر هنا مكتوب لونج انتجر يعني رقم طويل وصحيح هيبقى الصحيح بس لو انا عايز اخليه بقى الكسور خمسة ولا عشرة الحاجات دي هعملو ايه هاجي عليه كده وافتح السهم ده واخليه سنجل هيجي بقى عند الكسور عاملة العشية والحاجات دي كلها اتفالة